الفتي بقى هتطلع له قانون لأي حد يفتي أنا بفكر نعمل حتة زي القرية الزكية كده نسميها قرية الفتي بقى ولا يروحوا يعودوا هم الوحدة عادهم كلهم مع بعض هيطلع أحلى شغل هتشوفي كمية حاجات غلط تطلع ونسكنوا منك يعني يبقوا هم مجتمع الواحد ومقفول عليه قرية كده اسمها قرية الفتيين الفتيين يقودوا بقى يفتوا مع بعض يشوفوا اليوم عايزين يمشوه زي ومشوه مع بعضي ولا شغل ولا مشغل ولا حاجة وإحنا نقعد براحتنا برا يعني أنا مش عارفة أقولك إيه بس إنت عملت لهم القرية دي وإنت مقتنع وإنت بتتكلم بتتكلم من إنت قابلت فتيين كتير طبعا إن قابلت فتيين في كل إنت لو إنت ماشي اعتعيها هتلاقي كله بيفتي الطريق من إيه هتلاقي نفس المكان بس 18 سكة هتلاقي نفس المكان انت رأيه بس 18 طريق يوديك واسألي بقى كل ما تسألي واحد هيقولك حاجة تسألي واحد تقوله فيهم مثلا ميدال لبنان يا لأ أصبر ميدال لبنان ويفكر يعني مش عارف ميدال لبنان بص يا معلم هترجع متف متروح وشميع تقوله طب تمام أنا والله العظيم مرة كنت رأيها في مقابلت مصر ما عاجها ترجع دي لأ لابتولا رجعي أنا مرجعش لا لازم ترجع جيت كل دا مرجعوش قولي قدام فين إنما ما ترجعنش دايه حصلك ايه حكيه أنا مرة كنت رايح مدينة مصر كده كان عام عن تصوير مرة في السرك قوم اللي هو في المصر الجديدة دا باي نعم قسم بالله يعني المكان قدام يا هو بسبب الناس أنا لفيت المكان 10 مرة مال ألف وهو قدام يا أنا مش بس أنا مش عارفة أول مرة يا يعني انا هو اخش كده بجوه اجاف يقول له فين السرك يقول لي يا انت جابك هنا ده النحط تاني حاضر يا ليف ملاقيش اسأل واحد تاني يا عم ده الباب انت عايز بقوابه كام؟ اقول له اربعة يقول له اربعة طيب بص انت هتلاقي بقوابه ثلاثة مع الاريها لا هو بطيء وبيعمل نفس اللي هو بيفكر بيفكر هو مش عادي طب بطيبتي ليه؟ ما تضيعش علينا الوقت انت مهرنا اباضطر انا بقى قفتي لما قابل حد من الناس دي اسوح يعني يبقى كلنا بنسوح بعض ما عادش بيوصل عشان كده في زحمة لا لا ديني السينة ازاي؟ هو دلوقتي انت قلت له فين باب السرك والسرك قدامي ودلك فتيتين هو هو لو مش عارف ما يقولش انما ازا ما بقاش عارف؟ دي دي مشكلة لازم ابقى عارف انا لازم ابقى عارف المكان لاني لان انا ماشي في الشارع ازا دي فرصة واحد سألني اه يعني دي واحد سألني الحمد لله رب في السركة اه لقى شمال في مين هتلاقي بوابة ثلاثة ووعدناك اه فهتروح ما تلاقيش حاجة ما تلاقيش حاجة انت بقى بتسلم صرحت بيوم ازاي؟ انا طبعا انا لو حقب بيعمل فيها كده وقابلته بعمل فيها على طول تقول له ايه بقى؟ اه افتيله نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام اه اقول له فين اه انا مرة عمتها في مسرحية او في مسرح مصر ايه؟ اللي هو كنت عامل زابط في المية كان اسمي الكابوريا حلم بحر مفروض ان انا واحد مركب ماشي في المية فانا مرور في البحر فقالتوله هو اف رايح فين رخص هالي مبلولة وقالتوله بش الكلام ده هطلح مبلولة انت رايح فين؟ قال له انا رايح اه حتة كده قالتوله بصي بقى معنا انت هتيمشى على طول هتلاقي سمكة قرش مالكش داعبية هتعدى هتلاقي بحر ما تتفجئش وحنقصف في المية تمام؟ من نفس المنطق ده سو nineteen in وق rekla وعدته واعني عدت أحكي له نص ساعة في حاجات مش منطقية يعني انتم رس ووتروح هناك هتلاقيني واقف اسم satuني يقولك بقى المكان الذي الناس